اشتركوا في القناة بالشكر حابب اتوجه بالشكر لشركة الاتحاد الافرو السيوي للسينما الحديثة لانضمامهم برنامج الاختيار اهلا وسهلا بيكو معانا النهاردة الاستاذ عبد الرحمن رئيس مجلس الادارة خلونا نخرج فاصل ونرجع لكم من تاني ورجعنا لكم بعد الفاصل وطبعا زي ما عودناكم ان كل حلقة جديدة فيها حكاية جديدة والنهاردة مفاجئتنا النهاردة معانا الاستاذ عبد الرحمن رئيس مجلس ادارة شركة الافرو السيوي اهلا وسهلا بيكو اهلا بيكو اهلا بيكو شركتنا شركة الاتحاد الافرو السيوي والسيوي الحديثة راجعة بمفهوم جديد عشان تثري الشاشة احنا دايما بنحترم المشاهد وندفق ليه فمن هذا المنطلق احنا النهاردة يعني من خلال متابعاتنا ديك يعني السبع مواسم بتوعك اللي انت عملتهم في البرامج اللي فاتت وعلى اختيارك الاختيار تسلم يا فعلا الاختيار هو الاختيار وعشان كده النهاردة احنا جينا عشان نختار الاختيار وانا اختار حضرتك وانكرم عليك على المجهود السابق في كل البرامج التانية ودي حاجة احنا نتشرف بيها ده شرف لنا انضمام شركة الافرو السيوي بالحجم الكبير ومعروف طبعا اتجاهها وصياقها المعناوي وطبعا شركة من اكبر الشركات في مصر وانا طبعا دي شهادة فخر ليا وقبل ان يكون تكريم ليا فهو تكريم لتيم العمل الجميل القائم على الاختيار الاستاذ سيد نجيب ميري مارفي شيماء الاستاذ وليد عمارة المخرج التيم كله بصراحة لان احنا ورانا فريق عظيم انه هو يوصلنا اليوم زي ده نورتين يا استاذ انتر انا برضو معانا فندي برضو الحمد لله فريقي كميل جدا جدا احنا برضو معانا نايا برئيس مزيزارة المستشار والفنان جوكر الدرمة المصرية الناصر الاسمان ومعانا برضو اعلامية الكبيرة نيفين المرسي ومعانا الاستاذ مدير التنفيذي بتاعنا الاستاذ ماهر فرج معانا برضو تيم الحمد لله وانا طبعا وانا من خلال برنامج الاختيار يسعدني انضمامكم معانا واهلا وسهلا بيك يا فندي مقدم لحراك حاجة بسيطة جدا جدا ده وسام التمائز الاعلامي لحضرتك ويديش هادة بتفيد ان برضو حراك متقدم وحراك يعني بتعمل مقود جبير جدا جدا الله يحفظك والف شكر شركة الافري اساوي نورتنا يا استاذ عبد الرحمن وقم السيعة التكريم وهو تكريم لتيم برنامج الاختيار الف شكر نوره خلينا نخرج فاصل ونرجع لكم من تاني مع فاكرة جديدة من فاكراتنا النهاردة زي ما عودناكم مساء الفل مساء السعادة مساء الحنى مساء الجمال اهلا بيكم اعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجنا برنامج الاختيار برنامج الاختيار النهاردة زي ما قلنا لحضرتكم معانا خبر صار هو انضمام الاعلامية وهي مفاجأة كانت معانا النهاردة وحابي بقدمها مفاجأة جنيلة في صراحة وصرت كل تيم عمل الاختيار وبرحب باختي وزاملتي وهي معانا دلوقتي على الهوى اختي وزاملتي الاعلامية دعاء همان ويسعدني اننا نتشارك في تقديم برنامج الاختيار اهلا وسهلا ندعا مساء السعادة على جميع المشاهدين مساء الفل والسعادة على خوية وزميل الاعلامي احمد ماهر وطبعا من دواعي سروري ان انضم في تقديم برنامج الاختيار انا والزميل الاعلامي احمد ماهر ونحب نبدأ كلامنا ونفكر الناس ببرنامج الاختيار واهدافه برنامج الاختيار برنامج طرفيهي ثقافي سياسي اجتماعي وكمان عن طريق برنامجنا هنكتشف المواهب ونساعدها لتحقيق حلمها وما تنساش عندنا فقرة فقرة التهاني والتبركات علشان تعبر عن ساعدتك قدام الناس كلها يعني برنامج متنوع وشامل هنكون معاكم في اي وقت وفي اي مكان جامعة برنامج الاختيار موجودة معاكم في كل وقت وفي كل مكان هنبدأ اولى فقراتنا النهاردة مع شركة من اهم الشركات الرائدة في مجال الاستثمار العقاري والمقاولات العامة شركة الباشا للاستثمار العقاري والمقاولات معنا النهاردة صورة مشرفة لشركة متميزة لها دور ادوار كمان ملموسة وعديدة على ارض الواقع شركة الباشا للاستثمار العقاري والمقاولات العامة بقيادة المستشار اسامة عبدالجواد رئيس مجلس الادارة شركة الباشا اسم من الأسماء اللامعة في سوق الاستثمار العقاري اللي زرحت في أرض الاستثمار وجود لمصدقية روادها وتميز عملها السعود للمجد خطوة والحفاظ على النجاح والتميز بيتطلب مصابرة واستمرار ومن هنا هنتعرف مع بعض على التطور الحقيقي والتميز اللي بيطير من غير حدود علشان يوصل لقلب السعيد قلب السعيد منارة قبلي المعروفة بلد الشهامة رسمت فيها شركة الباشا علامة وافتتحت الفرع الواحد وعشرين لمجموعة شركات الباشا بمحافظة أسيوط تعالوا نشوف لقطة من الافتتاح ونرجع لكم من تاني ورجعنا لكم أعزائي المشاهدين طبعا عارفين إن بكرة انتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ 2020 الثلاث والأربع تمانية وتسعة 2020 وعلشان صوتك مهم جدا ولازم نقول رأينا لازم ننزل ونشارك علشان بلدنا لها حق علينا وعلشان صوتنا أمانة ورأينا مهم هننزل وهنشارك في انتخابات إعادة الشيوخ يوم الثلاث والأربع تمانية وتسعة عشرين بإذن الله طبعا معنا الأستاذ حمادة هنبدأ به الأستاذ حمادة الكرة طيب يا ريت يا جماعة تجهزوا معنا كان فيه معلشك الاتصال الاتصال فصل طبعا لو حابنا نتكلم عن الانتخابات فيه ناس كتير شايفة ان الانتخابات مش تحت شرط ان انا قدي صوتي لا خلاص دفلان هينجح هينجح لا ده مش عارفة هما مختارينهم طبعا ده كلام كله غلط كلام مالوش أي أصحية لا صوتك مهم وصوتك هيفرق انزل انزل وشارك مش بنقولك ادي حد معين مش بنوجهك انك تروح مكان معين مش بحدش بيدغط عليك انك تروح تدلي صوتك لحد معين او حزب معين او مكان معين لكن بنقولك انزل وشارك لان صوتك امانة لان لازم تقول رأيك لان لازم تنزل وتقول ان انت عايز ده او مش عايز الشخص ده ولو كده هنقدر نقول ان احنا ممكن يبقى عندنا لا مبالاة اللي هي مش فارق معنا هننزل عشان بلدنا هننزل عشان احنا بنبص المستقبل هننزل عشان احنا بنبص البكرة هننزل عشان عايزين نشوف المستقبل احسن من الحاضر واحسن من الماضي ياريت الكل ينزل ويشارك انزل وشارك اختار اللي انت عايزه اختار اللي انت شايفه انه ممكن يمثلك في بلدك بس انزل وشارك كمان يا دعاء ما ننساش برضو اني لازم احنا دلوقتي بقينا في عصر الاختيار بقى لينا حرية الرأي والتعبير انزل شارك انزل قول رأيك عايز فلان عايز ده عايز ده بلدك لها حق عليك انك تنزل وتشارك تفضلني طبعا المشاركة عموما في الانتخابات مهمة فيه ناس كتير اهمشة السعيد بتقول السعيد ما بتشاركش في الانتخابات وخاصة السيدات عدم نزول السيدات اللي ادلق بأصوتهم او النزول من بيوتهم للمشاركة في الانتخابات او برضو جزء كبير من الرجال او الشباب لا طبعا ده غلط جدا ولو احنا دورنا على نسب التصويت هنلاقي ان محافظات السعيد من اكتر نسب التصويت والكرة الريفية كمان يا دعاء والسيدات فعلا بتتكبس وتروح في وقت يمكن انا اتذكر في احدى الانتخابات كانت فيه امطار وكان فيه جو سيء جدا ورغم ذلك الناس نزلت في الجو السيء وقدلت ضع سوطها وكمان كان فيه برضو حالة انا شفتها ان كان فيه سيدة كبيرة نزلت الانتخابات بنفسها طلبت الشرطة ان هي تاخدها وتودها عشان تدلي بصوتها فدي كانت حاجة بصراحة بتدل على الحب والانتماء للبلد ان انا عايزة انزل وست يعني تتجاوز السبعين عام ربنا يطول في عمرها طبعا طيب معنا اتصال نقول الو سلام عليكم عليكم السلام سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته معكم استاذ عادل حجامل مرشح مجلس الشيوخ عندها سيطين وعشرين اهلا وسهلا استاذ عادل مرشح مجلس الشيوخ عند دائرة قصوت اهلا وسهلا بحضرتك احب امسك على البرنامج عندكم احب امسك على شعب مصر كله وشعب أسيوخ في الدات واجل لكم كل سهل هم طيبين وحضرتك طيب وبالنسبة لشعب أسيوخ احب اشتره انا في شكو استاذ ناجي لو حبينا نعرف من حضرتك ايه هي بعض المشروعات اللي حضرتك او الافكار اللي حضرتك طرحتها من داخل برنامج الانتخابي بتاعك ويكون لها الاولويه اكيد طبعا في افكار كتير بس في حاجات لها الاولويه عندك اكيد اكيد انا طبعا بحكم انهم مثل عن دائرة قصيوت او شعب قصيوت وحضرتك فاحب ان اقولهم اي مشروع رفض بان حضرتك على ان تجمل او ايها طلبات يحتاجها ابناء دائرتي فانا بقول الله هنحاول ان النصف مع الجهات المعنية اللي تقصها بالعام ونحاول ان يجعلوا لها كل الصعبات ويجوموا بيها سجمة الشعب استاذ ناجي طيب استاذ ناجي اهلا بحضرتك معنا ببرنامج الاختيار نورتنا يا فهم ممكن نعرف اهمية عودة مجلس الشيوخ واولى يساهم في حل القضايا العليقة والله بالنسبة الاختصفات ما انتش نشوف طبعا كلنا عارفينها اللي هي تنقيح الخوانين والقرارات اللي تصدر واسبال حدثك وإصدارها فطبعا حاجة مهمة لان الممثل عن الشعب بيبعاه في الشعب عود ايه تمام يا فهم بيضمت في في تكوين الفانومة أو تكوين القرار اللي هو يتواجم معه مع الشعب لان انا راجب جاعد واسبالشعب ومع الشعب أشكر وعزين اللي هيسفعهم وإلا هيضرهم وإلا هيقدر يستحملوه في القرارات أشكر حضرتك أستاذ ناجي نورتنا باتصال نشكرك أستاذ ناجي وبالتوفيق بإذن الله بالتوفيق إن شاء الله شكرا لأستاذ ناجي سمعنا ايه بعض الأفكار المطروحة من داخل برنامجه الانتخابي طبعا هي أفكار متميزة وبنتمنى لو ربنا بإذن الله وفقه نتمنى فعلا يتم التنفيذ على أرض الواقع نقدر نقول لأسوط بلعب عريقة نقدر نقول لأسوط دي قلب السعيد فعلا محتاجين فيها أفكار كتير وفيها فرص كتير لتنفيذ الأفكار بإذن الله خير إن شاء الله كمان إحنا حابين إن إحنا الدولة دلوقتي أصبحت كمان يا دعاء ما ننساش ده إن السيد الرئيس الجمهورية إدى أولوية للناس كلها قال لهم انزلوا صوتوا انزلوا قولوا رأيكم بكل شجاعة بكل يسر بكل سهولة بلاش كفيانة بقى إن إحنا نتجاهل الأمر ده لازم كلنا ننزل لازم نشارك كلنا أولاد بلد كلنا لازم نقف جنب بلدنا عشان نعدي ونمرض بالأزمة دي لازم كل واحد وكل رأيه طالما فيه مبدأ وفيه هدف زي ما اسمنا عمال أستاذ ناجي وأكيد كثير من المرشحين ليهم برنامج الانتخابي فحددوا حاجات معينة ونقاط معينة لهم يكونوا عليها بالفعل لو هي لو فيه خير وفيه نصيب هيقدروا فعلا يحققوها لأن من البداية وضعوها بالنسبة لهم هدف ودي حاجة كويسة وكمان عجبنا احنا شايفين كمان الشباب يعني شايفين الفترة الأخيرة فعلا الشباب بي دور فعال فعلا اه وباستين بوجود الشباب في الانتخابات موجودة مرشحة في حاجات كتير حتى في الانتخابات القادمة للشعب والمحليات احنا شايفين شباب كتير جدا ودي حاجة جميلة وحاجة ممتازة وكمان برضو كان فيه قصة طريفة سريعة كده كنت شايف شاب صغير مع قبتي مسيحي طبعا احنا عشقاء كلنا ما فيش فرق بين مسيح ومسلم انه هما كانوا بيلفوا سوا وبيقولوا للناس يا جماعة اطلع قور رأيك بصراحة يا جماعة بعد اذنك ايه ايه دورك ايه رأيك في الموضوع ده اطلع شارك ماينفعش تقعد في البيوت فكانت بصراحة حاجة مشرفة ونبزة جميلة قوي انها بتدل على الانتماء بين الاقباط والمسلمين طبعا طبعا احنا من داخل برنامج الاختيار بندعو الجميع للمشاركة في الانتخابات المشاركة في التصويت في الانتخابات انزل وشارك وقول رأيك لان صوتك امانة اه لو هابدنا نيجي لفقرتنا التانية ونقدر نقول في موضوع شاغل ناس كتير جدا اتكلمت عنه يمكن نقول ما بين مؤيد ما بين معارض ما بين في ناس مستقى منه ما بين في ناس قادرة تفهم الموضوع قوي طيب اطعك طيب معذرة زميلتي الاعلامية دعاء همام خلينا نخرج فاصل ونرجع لكم من تاني ورجعنا لكم بعد الفاصل وكنا بنتكلم عن قانون التصالح واسئلة متدولة كثيرة فعلا الناس محتاجة تفهم وفي ناس كتير مستئة من الموضوع ده ولكن ده قرار لازم يطبق وعلشان كده ان شاء الله انتظرونا في الحلقة القادمة وهنفتح ملف التصالح هنتكلم عنه هيكون معنا مسؤول هيرد على اجابات كتير ويريد التواصل على ارقام البرنامج الموجودة على الشاشة يبعطونا الاسئلة اللي انتوا عايزين تعرفوها وهيتم الاجابة عليها الحلقة القادمة وكده نكون في نهاية حلقتنا وعلشان السعادة تكون عامة نحتفل بها كلنا مع بعض وبنقدم التهاني والتبركات والمعايدات من خلال برنامجنا معنا اهداء للطالبة كريمة أحمد شكري ومن يسبت ناجحة بالبرحلة السنوية ألف ألف مبروك يا كريمة ألف مبروك لكريمة وطبعا هي الصورة معنا معنا كريمة هو في الصورة بنقولها ألف مبروك ألف مبروك يا كريمة بتوفيق ان شاء الله وبالمرحل الجمعة بإذن الله وتحقيق كل أمنياتك وكمان معنا أجمل تهنئة لمازل مصطفى طه بمناسبة عيد ميلاده كل سنة وانت بألف خير يا مازل معنا الطفلة الجميلة كانت رؤية الرؤية كانت موجودة معنا على الشاشة من شوية رؤية محمد علوي عيد ميلاد تعيد كل سنة وانت دايما بسعادة وخير والطفلة الجميرة مريم وكريمة ورؤية ومازل كل سنة وانتوا طيبين وألف مبروك وألف مبروك لجميع الحاصلين على السنوية وألف مبروك للجميع وكل عام وأنتم بخير وكده نكون وصلنا لنهاية برنامجنا انتظرونا وحلقة جديدة من برنامج الاختيار مع الإعلامي أحمد ماهر وبعد الفاصل طبعا شرفتني اليوم زميلتي وان شاء الله معانا باستمرار زميلتي الإعلامية الجميلة دعاها همام انتظرونا المفاجئ انتظرونا قبل الفاصل ان شاء الله وبعد الفاصل هيكون معانا إيمان دياب الإعلامية الجميلة انتظرونا بعد الفاصل خلونا نخرج فاصل ونرجع لكم التاني ورجعنا لكم بعد الفاصل وزي ما احنا بدأنا وكنا نوهنا الحلقة السابقة وقلنا الست النكادية الست النكادية دي اللي منكده على جزها حياته طبعا تواصلت معانا زميلة الست النكادية معانا على الهوى ياريت يا جماعة تنزلونا صورتها نزلت وتشالت طيب حبيب اقدم لكم بقى النهاردة الست النكادية ورقم واحد في النكاد في العالم معايا صديقتي وزميلتي ايمان دياب اهلا وسهلا نور تينا مين قالك بقى انا ست النكادية انا ست النكادية بجد اولا عزائي المشاهدين اهلا بكم في حلقة جديدة في برنامج الاختيار ومع زميلي احمد ماهر في فقرة ست النكادية وطبعا مافيش ست نكادية بدون لا فيه ست نكادية لا لازم يكون فيه راجل نكا دي طب وليه ما نقولش ان فيه ست نكادية وراجل نكا دي برضو لا الستات هما اللي بناكد وطبعا فيه اسباب مهمة جدا بتساعد على النكاد عند الستات اه الست اليالوية بوزة 24 اه يعني ايه الاسباب بقى اللي هي باكن اسباب ثقافية اجتماعية اقتصادية طيب ايه اللي بيخلي اه هو عموما فيه حي كم دوروب بحصل في الايام الاخيرة دي ممكن يكون الكورونا عشان الراجل بقى مكيم شوية في البيت كثير فبقوا في وشه بعض قاعدين بقى قاعدين مع بعض الليل ونهار بقى ومش لقيين كلام بس احنا كرجال عموما بنحب نهرب من البيت عشانتو الناس رجل نكادية بس خلي بالك برضو يا احمد اللي فيه برضو فوائد ست النكادية ايه هي فوائد ست النكادية طيب وليه طيب وليه ما نقولش ان الراجل بيسيب البيت ويهرب لما بيتلاقي ما فيش احتواق في البيت انها كان وش صداع مش جاي من شغل وتعبان فيه احنا انتو بيجي تلاقي زوجته طلع له من المطبخ بمريالة المطبخ طلعه بسكينة بشوكة والله يا احمد كل ده وارد طبعا وان شاء الله هنعرف كل ده بعد الفاصل وعزاني مش هستنونا طيب خلونا قبل ما حكاية الفاصل دي استني ترايح عايزة هرابي مني تروحي بيه لا مش عايزة اهرب طبعا احنا منتظرين اتصالاتكم وتعليقاتكم معانا من خلال الست النكادية وكملي بقى انا مش هخرج فاصل انا عايز اتكلم على طول في الموضوع طيب يازم نعرف بقى ايه هي فوائد الست النكادية طيب ياريت بعد الزوجة يا جماعة تنزلونا الرقم التواصل على الشاشة فوائد الست النكادية بتخلي دايما زوجها لسان ورطب طول ما قاعد يقولي استخفى الله العظيم ربنا ينتقم باللي كان يستفق وبعدين تاني حاجة غض البصر طبعا واحد ارفان هيقضي يعكس في الستان اقولك حاجة سريعة بقى عن النكاد عندي والديتي في البيت كانت بتقولي حاجة حلوة قوي كانت بتقولي ايه في زوج وزوجة 24 ساعة نكاد يا ايمان فالمهم جاه قال لها ايه رأيك نتفق مع بع ان احنا نعمل يوم للنكاد ده قالت له خلاصه كيه ماش فاتفقوا على يوم الخميس انه هو يكون يوم النكاد تمام في ناس هتزعل مني انه هو يوم الخميس فطبعا اتفقوا الايام كلها مش الجميلة قوي يا ايمان جومك عد السبت الاثنين 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 جاي يوم الخميس جاي من شغله بتعبان فدخلت لقى امراته بتتحزم وترقص فبيقولها في ايه ايه اللي حصل النار قالت له بكرة النكاد قالت له بكرة النكاد بكرة فهي من طبيعتها بتعشى النكاد لا 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 والله مش كلهم بجد في ناس كتير كويسة بس احنا لسه ما خلطناش الفوائق اه وإيه الفوائق التانية بقى طبعا اول حاجة احنا قلنا الانسان نراطب بذكر الله تانية حاجة غض البصل طبعا ارفام الستات كلهم تالت حاجة طبعا بيصل لرحمه يعني طوله النهار عنده ام وعنده اخت اللي لم تفشام البيت رابع حاجة طبعا هو بقى ايه صحيته حلوة جدا انه ما بيقولش لانه نسد نفسه على طول خمس حاجة بقى للزوج النكادية اه طبعا خمس حاجة بقى اللي هو يعني متفوق جدا في شغله انه ليل ونهار قاعد في شغله ومستائل عن البيت تمام كمان حابب الاستاذ سيد يعرض لنا على الشاشة صور للاطفال اللي هي التبركات وتاني لان احنا ملحقناش طبعا الوقت الجميل عدى بسرعة مع صديقته زميلتي الاعلامية دعاء همام وارجع تاني لصديقته الجميلة النكادية لا اماديا لا طبعا عايز اقولك حاجة ما فيه زوجة النكادية وزوج نكادية لو فيه حب وفيه تبادل بينهم بكل حاجة وفيه اهتمام وفيه احتواء استحالة يكون فيه زوجة نكادية او راجل نكادية تمام استحالة يعني الزوجة نكادية دي فيه الظروب بتخليها كده فيه راجل نكادية بيعطوله النهار على القهوة وييجي يخش البيت ابو زو شبرين ما بتكلمش معاها وهو بيهرم ويبروح القهوة ليه اكيد مش لاقي احتياجاته في البيت فيه ناس طبعها كده على فكرة فيه ناس طبعها كده لا 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 ما اظنش لا 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 ما اظنش ان الست بكون مقدمة لجوزها كل حاجة يا ايمان خلينا نكونوا صرحة شوية وقعيين شوية ما اظنش ان يكون الزوجة مقدمة لزوجها كل حاجة ويسيب البيت ويخرج اللي اذا كان هو بقى هو طبع طيب معانا مكالمة معانا اتصالها تيفين قول اعلو 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 مساءل نور يا فندي اعلو 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 اشد ديفني فممكن اشارح معكم ده شرف مين يا فندي اه مع حضرتك مونزا احمد من الكاهرة اهلا 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 اللي قال مية ايمان دية بالصراحة من ورا الحلقة ربنا يخلي وكل الزوج ربنا اعيزة اتوجه اه مع حضرتك حاجة بالحلقة الظروف الاجتماعية اللي احنا فيها ايه بتوصل للراجل غضب عنه ويبقى نفه طبعا الضغوط طبعا الحمد لله يعني فيه عامل بيضغط على الزوج النوات من ميك احنا برضو احنا برضو لازم نختار الوقت المناسب تمام باشكرك طبعا باشكر حضرتك على اتصالك تفضلي يا زميلتي اه طبعا لازم نختار الوقت المناسب يعني انا مثلا اطلع العينه طول النهار وطول النهار وقف في شمس على رجل انا اخش البيت اروح انا فجأة ايا لك عمل وسوه وطلقه طب ما انتم تعملوا كده لا الصور بعد الزوج يا جماعة على الشاشة لا غلط المفروض انا اختار الوقت المناسب اشوفه اديله طلباته واختار الوقت المناسب واخش من دخلات معينة عشان خطر ما بقاش في نكت في البيت يعني افهود الزوجة تبقى زكية ما تبقاش كده طيب اقول لحضرتك على حاجة نعم انت سمعت الحلقة اللي فاتت لما نوهت عن الزوجة النكاديم حلو كده طيب انت اول ايه اللي شدك بقى قلت ايه اوعي كوني قلت اه معانا طبعا صور التهنية على الهوى معانا طبعا استأذن صديقة الجميلة النكاديم دعوة قش علاني كاديم محمد يعني تغير الصور وطبعا ارجع تاني برضو ليك يا ايمان الراجل محتاج ايه في البيت محتاج انه هو طبعا ادم وطبعا بعض الاطفال كلهم معانا فاتجه الايمان عشان اركز معه عشان انا عارف انه عصبية شوية طيب انت عصبية ليه عصبية ليه عصبية لما الانسان طبيعي اي انسان بيبعصبي لما بيقدم حقوق وما بيخدش الواجبات يعني بيقدم حقوقه وما بيخدش الواجبات اللي عليه تمام يعني حضرتك يعني زي ما انت بتقدم وتقدم كل حاجة وتعمل كل حاجة لازم تاخد طبعا طيب احنا خدنا ايه منكم غير الوش والصداع انتو خدت من انا الوش والصداع ايوة ازاي أنتو عايزين تقولوا ايه دايما الحموات الحموات اللي هي ايه حماتك مدوبهم اتنين فدايما الحموات دي يا ايمان تقولك عارفة اللي هي مش عارف بقولها ازاي المصالح بدعا بس ايه دبسيه في العيال كل يوم هتيله عايل كل يوم هتيله عايل اه اربوتي بالعيال عشان ما عاشن عشان ما هربش منك لأ طبعا دا المصالحات دي اتماعنا التصال يا ايمان ايوا فضلي نقول أهلو أهلو يا فنمساء الخير مساء النور يا فاني طيب الحمد لله وده بفعلا من التربية اشكرك على اتصالك كبير يعني الواحد يتبادى في الاب والام بيرب لحد دلوقتي احنا متعدلين واحد قصد واحد بس ان شاء الله الرجالة هيتواصلوا معنا اكتر عشان ينصفونا عليهم انا مع الرجالة انا مش معا الستات على فكرة عشان الرجالة مساكين بجد ده لما تلاقيت نفسك هتتغلب على الهو لا خالص بجد حلقة مميزة اوي بس انا عايز اعرف برضو ايه كان رد فعلك اول ما شفتيني على الهوى الحلقة اللي فاتت وانا بقول الستة النكادية قلت ايه قلت اللي ما فيه ستة نكادية لا لا علي انا عن مستوى الشخصي قلت الرجل ده معقد لا قلت الرجل ده نكادية انا نكادية جدا بجد ولا عشان انت نكادية لا خالص انا مش نكادية خالص نهاية ايه اللي المفروض الست تتوفروا في البيت يا ايمان لجزها عشان نشيل حكاية الضروب اللي بيحصل بين الدول نبا تستحمله شوي يعني ما تقفلوش على الوحدة من البلدي كده يعني تستحمله تشوف دماغه راحة فين هو ده الحميكي هو ده اللي بيصرف على بيتك هو ده اللي بيصرف على ولادك فالمفروض الدنيا تبقاش كده وتعودوش لبعض على الوحدة ماينفعش يعني انا تخيل انا قعدلك على الوحدة قعدة بشوفك من مرقباك كده يعني انا قعدة عمالة ارقبك شوفك ان ده بتعمل ايه بتكلم مين فتح ايه تخش على الوحدة تخش على الفيس طب ما تسبيه خش على الوحدة ايه معانا مكلمة نقول الو الو اعفوا يبدو ان في مشكلة عنده في الاتصال اتصال اتقطع معاك ايمان بحاجة اقولك على حاجة بعد نعم نعم الله عليك انا عملوها عليك انت خلي بالك التيما عندنا في القناة عمل مسافة بيني وبينك لاني انا داخل اقول لهم يا جماعة الست ديني كدية فممكن تضرب بحاجة لا خب فيعني ممنوع اللمس طيب حابة تقولي ايه للست وحابة تقولي ايه للراجل حابة اقولي ايه للست وحابة ايه للراجل اقول اقول للراجل عليك اللي انت تهتم عليك اللي انت تتكلم ما ينفعش شغلك ياخدك وتسيب الامور كلها عليها على اقل تسأل عليها اللي ولاد عملو ايه النهاردة تبقى في عندك مشاركة التربية يا احمد مش موضوع اللي انت تجيب فلوسه خلاص التربية اللي انت بتربي بتقعد مع ولادك وتتكلم معاهم تتكلم مع امراتك تشوف مشاكلها بس في حاجة كمان يا ايمان في ظل طيب نقول معناه اتصال يا ايمان هلو هلو بس معناه يا جماعة هلو هلو ايه ساخير عليكم السلام ممكن ما اعمل مدخل مع حضرتها اهلا مدخل اتفضل انت بالفعل معنا على الهواء تفضل ممكن بتكلم عن مشاكل ولا عن الزوجة النكادية بنتكلم عن الزوجة النكادية يعني انكم نكديين بطابعوك على الزوجة النكادية دلوقتي مافيه رجالة نكادية زي مافيه ازواج من نكادية طبعا وهو ده اللي انا بقوله دلوقتي اتصال ينصورك يعني اه تمام انا بقوله دلوقتي يعني انت ايه رأي حضرتك في الزوجة النكادية والله هي فيه فعلا ازواج نكادية لا والزوجة النكادية اللي مبتحدة عيشت حياة جوزة هلللك هو بيقول عليه انا عشان لأ بشكل عام والله معظم النساء طبعا إلا مرحبوا رب نيكا دي لأ مش كله طب مش باين على حضرتك خالص نيكا دي طب أنا أنا قلتلك قبل الهواء طب أوكي مش باين عليها نيكا دية ممكن نعمل تعصبني لا ممكن نعمل مدخلة الجز حضرتك ويشهد معنا ماشي ماشي أوكي الاتصال تقطع طب شكرا لاتصالك يا فندم إحنا ممكن ندخلوا معنا في مكالم أنا قلتلك إن أنا هزنوك على العو أيوة عادي صح كده حابة رسالة توضحيها قبل طبعا نهاية حلقتنا حابة تقولي إيه للمشاهد حابة أقول إيه للمشاهد أنا هقول إن ما فيه الزوجة نيكا دية زي أنا ما قلت لها وما فيه الزوج نيكا دية فيه عايزين دايماً لحبا فيه تبدل أدوار بمعنى أنت ما تلاقي جوزك متعصب مثلا خليكي مكانه وإنت ما تلاقي مراتك متعصبة ونيكا دية وشيطة خليك مكانها طب أنا إيه اللي يكبرني إن أنا أتحمل ما أنا جايش هيط من شغلي اللي يكبرك اللي إنت هتحمل العشرة اللي بينكم الحب اللي بينكم الولاد اللي بينكم مش هو دا يكبرك اللي إنت هتحمل كل دا يكبر وطبعا إحنا النهاردة دخلنا نوع من أنواع اللي هي كوميدي إن أنا طبعا كان يوم جميل بجده شرف لي أن أنا أكون قداني حد جميل زي إيماندي يا ربنا خليكي الله ربنا خليك lovers مؤسسة فكرية عقلية صقفية اجتماعية نكا دية ربنا خليكنت كمان نكا دية فده إضافة هتكون في السبيب بتاعك هاااااااا حابة تقولي إيه كمان للناس أنا أستأزانك طبعا آسف على المقاطعة كان في مجموعة شباب بيتكلمه وطبعا هم قالوا لي قبل الها وانا لازم اقول لي حضرتك الكلام ده ان فيه شاب بيتجاوز بنت بياخدها على انها بنت عادية بنت هتكمله بنت هتقومه وتحفزه للامان مش انه هو كل شوية يرجع لاقي مشاكل معامه كمان فيه رسالة انا حابب برضو بعد اذنك ايمان اوجهها انا راجل في الاساس الصعيدي تمام نتكلم عن منطلق الصعيدي بما اننا ولاد بلد كلنا الراجل اللي ياخد بنت وتحاول تفرق بينه وبين امه وتنفعش اللي مالهوش خير وبرضو لازم هي تكون عارفة اللي مالهوش خير في امه مالهوش خير في الزكرة برضك يحمد عايزة اقول لك او معامل وفطت الخطوبة ليه يعني انا الوقت دخلت بيت وخطبت بنت عشان يفهموا بعض ولقيت اسمان ولقيت ان الام اللي الاب مالوس صفة في البيت اللي بتتكلم الام واللي بتتفق الام واللي بتتدخل الام ده على طول ياخد بعضه يجري مينفعش ان حياته في المستقبل والله معزم الحموات مظلومين امه لا معزم حياته في المستقبل هتبقى كده عشان البنت ترابت تلعب لقيت الام هي اللي بتتكلم والقب هو اللي قاعد الام هي اللي بتشتغل والقب هو اللي ماليش لازمة طبعا فطبعا لازم يجري على طول ما يكملش اعتذر النهاردة طبعا اعتذر احنا كان معانا متيريك كتير النهاردة كان معانا فيديوهات للمقابر في المنصورية حابب اوجه رسالة الناس اللي بتتهم ناس اللي هم بيشيلوا الاعمال والسحر طبعا انا آسف ان انا اخرج بعيد عن الموضوع يا ايمان لاحظة وحكون معاك لا 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 خالص بالعكس احنا بيكون معانا طبعا فيه ناس بتتكلم على السحر وبيفردقوا بيه بين الازواج ويعملوا مشاكل فهو داخل موضوعنا برضو فيه مجموعة شباب في قرية اسمان المنصورية عملوا اشتغلوا على الحاجة دي وبقوا يخرجوا الاسحار والاعمال دي من المقابر وفعلا ابتدوا الازواج فيه كان معاهم مشاكل ابتدت تتحل ويرجعوا لبعض والدنيا تكون بسيطة كمان بتكلم عن المستشفى المنصورية برضو يا ايمان وطبعا المستشفى المنصورية ونقطة المنصورية عايزين يرجعوا بعد ازدوكم في القريب العاجل وطبعا كلاما للوزارات المعنية اشكر طبعا صديقتي الجميلة اللي نورتني وشرفتني ومناكدتش علي بالعكس فرحتني ايمان دي كلمة اخيرة حابة تلاقى قبل ما نختل طبعا يا سعيدة جدا النهاردة وطبعا عايزين شخصيات تانية غير ستة النكادية ممكن نقول ستة متسلطة ممكن نقول ستة زكية طبعا بتمنى لفيه يكون فيه موضوعات كتيرة وان شاء الله اوعدك ان احنا هنتقبل مرضى واثنين واشكركم في حفظ الله وامني ورعاياتي انتظرونا في حلقة القادمة برنامج الاختيار